أعزائي الطلاب أسعد الله صباحكم معكم المدرسة عبيل مع الراوي مندرست مادة الجغرافيا لتقديم درس على منصة التعلم الافتراضي في مديرية التربية في حلب طبعا درسنا بإشراف الموجه محمد يوسف درسنا لليوم من وحدة السكان بعنوان التخطيط الجغرافي السبيل لحل المشكلات العالم نمازج مختارة من السياسات عمرانية لنبدأ معا طبعا معايير الواجبة لهذا الدرس لهذا الدرس استخدام معارف والأدوات الجغرافية في تخطيط لتطوير المراكز العمرانية المتوقع من الطالب في نهاية الدرس معرفة وضع خطط لتطوير المدن وتحويلها إلى مدن هامة أو إنشاء مدن جديدة أيضا يوضح أهمية التخطيط والتفكير الجغرافي واستخداماته في حل المشكلات التي تعاني منها بعض المدن لنبدأ سويا ما أهمية التخطيط الجغرافي؟ التخطيط الجغرافي لم يكن ترفا لصانعي القرار بل ظهر حاجة ملحة لمعالجة لمعالجة مشكلة الأقطاب السكانية طبعا نبدأ أول شيء ماذا نقصد بالأقطاب السكانية؟ الأقطاب السكانية هي عبارة عن مدن جازبة للسكان فيها عوامل متعددة تجذب السكان فرص عمل خدمات متوفرة تجعل السكان يجعلونها بالدرجة الأولى يتوجهون إليها للسكان والاستقرار ظهرت هذه المدن الكبرى نتيجة التطور الصناعي وتركز فرص العمل في مدن بعينها فكان لابد من وضع خطط وحلول عمرانية وتنموية لإعادة التوازن بين السكان وفرص العمل المتاحة للوصول إلى توزع أكثر توازنا للسكان في مختلف أقاليم الدولة هدفنا من هذا الدرس هو أو هدفنا من هذه المشكلة إعادة التوازن بين السكان وفرص العمل في الأقاليم في جميع أقاليم الدولة لدينا حالات متعددة في هذا الدرس الحالة الأولى هي البرازيل نحو توزع سكاني أكثر توازنا لاحظوا أعزائي الطلاب خريطة البرازيل موضح فيها التوزع السكاني طبعا أول شيء نبدأ بمعرفة مفتاح الخريطة اللون الأصفر الفاتح هو عدد السكان في هذا الإقليم أقال من 1% يزداد عدد السكان حتى نصل باللون الأحمر لأكثر من 10 نسمة بالكيلومتر المربع الواحد طبعا هاي خريطة البرازيل الملاحظ أنه في المناطق الغربية الشرقية من البرازيل المناطق الساحلية عموما الشرقية والجنوبية الشرقية فيها توزع سكاني مرتفع لاحظوا اللون الأحمر وكلما اتجهنا إلى الداخل يوجد توزع سكاني يقل كلما اتجهنا إلى الداخل نحو الجهات الغربية والشمالية الغربية طبعا ليش هاي المناطق فيها عدد سكاني قليل لأنه مثل ما بتعرفوا أنه البرازيل فيها نهر الأمازون وفيها الغابات في بعض المناطق بالغابات الإنسان غير قادر أنه يستثمره بشكل كبير ممكن هاي المناطق مثلا ما بحسين أنا كإنسان أنه أوصل له اكتب بإسلوبك بإسلوبك صفات التوزع السكاني في البرازيل نلاحظ أن التوزع السكاني في البرازيل بالمناطق الساحلية اللي هي المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية عبتركز في عندي السكان بشكل أكبر من المناطق الداخلية يتناقص السكان في المناطق الداخلية اللي هي الشمالية الغربية هنا الخريطة توضح بعض المدن في البرازيل أولا لاحظوا المدن متوزعة بشكل عندي مدن العدد السكاني فيها قليل وهي أعداد كثيرة عندي مدن بعينها فيها التوزع السكاني كبير عندي ريو دي جانيرو اللي هي العاصمة القديمة ساوباولو المدينة هي فيها عشرة مليون نسمة في مدينة ساوباولو لحالة تمام؟ عشرة مليون نسمة بهاي المدينة عشرة مليون نسمة أنا لازم أوفر لهم فرس عمل خدمات سكان مواصلات تأمن لي الحاجة هاي السكان المتزايدة نفس الحكي بتعاني منه ريو دي جانيرو وبعض المناطق بالأقالي في عندي كمان مدن مختلفة هي عدد سكانة كتير بسيط فممكن يكون عندي أو مو ممكن يعني أنه أنا عندي عدم توازن في توزع اللي بيناتهم ما لقاط قوة وضعف التوزع السكاني أو ضعف التوزع السكاني في البرازيل أول شيء ألاحظ أن التركز السكاني الكبير في عدد قليل من المدن تركز السكاني كبير في عدد قليل من المدن الرئيسية وتحولها لأقطاب جازبة أما في باقي المدن يتركز فيها عدد قليل من السكان يعني باختصار توزع السكاني بالبرازيل هو توزع غير متوازن عندي عدد قليل من المدن فيها عدد سكانية كتير كبيرة وباقي المدن في أغلب الدولة عدد السكان فيها كتير قليل غير منمية بشكل كامل تحاول الدول الكثيرة البحث عن حلول لمعالجة الخلل في توزع السكاني على أراضيها بوجه يضمن تنمية كل الأقاليم والتخفيف قدر الإمكان عن مشكلة الأقطاب الجازبة إذن هدفي أنا هدفي وضع حلول لمعالجة الخلل وضع حلول لمعالجة الخلل في التوزع السكاني على أراضيه بحيث أضمن تنمية كل الأقاليم بنفس القدر وأخفف من مشكلة الأقطاب الجازبة تمام؟ هذا هدفي من كل التخطيط نتابع برازيليا استقطاب نحو الداخل مثل ما لاحظنا على الخريطة بالبرازيل أين يتركز الأقطاب السكانية فيه عندي بالمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الشرقية تمام؟ وعم بيقل عندي بالمناطق الداخلية ما المدينتان الكبريان في البرازيل؟ هي ريو دي جانيرو اللي كانت العاصمة القديمة للبرازيل ومدينة ساوباولو هي العاصمة الاقتصادية للبرازيل مشان هيك نحن عم شوف تركز السكاني فيها كتير كبير برأيك ما المشكلات التي تعانيها هاتان المدينتان نتيجة الاقتصاد السكاني؟ مثل ما حكينا أنه ممكن تصير عندي مشكلة تلوث ضغط على الموارد سكن عشوائي تلوث بأنواعه سمعي بصري ضوضائي إلى آخره بطالة أزمة سكن أزمة مواصلات تضخم المدن سكن عشوائي كتير مشكلة طيب أنا كدولة برازيل عندي مشكلة اللي هي عدم توزع المتوازن للسكان بدي أقترح أو بدي ألاقي حل لهي المشكلة اقترحوا لحلول كان من الحلول اللي هو أكتر أفضل حال يعني أنه ينقلوا العاصمة كلها ياتا من المناطق الساحلية لمناطق داخلية فاتفق رجال السياسة والمخططون والاستراتيجيون في البرازيل على حتمية نقل العاصمة نحو الداخل لمعالجة عدد من المشكلات أهمها أول مشكلة ممكن أعالجة أنه أنا عم بحاول أجذب السكان وجزء من النشاط الاقتصادي المتركز في الساحل نحو المناطق الداخلية لما بجذبهم نحو المناطق الداخلية فعلياً المناطق الداخلية الغير منمات نشطها اقتصادياً وجعلت فيها عدد سكان متوازن مع غيرها من المدن ثاني شي بدي أخفف الضغط العمراني على المدن الكبرى لتفادي المشكلات البيئية والاقتصادية الناجمة عن الكثافات السكانية المرتفعة مثل عندي السكان العشوائي السكان العشوائي بنتج لما بيكون عندي مدينة فيها عدد سكان كتير كبير التخطيط العمراني غير كافي لهالعدد سكان الكتير كبير فبيطلع عندي أبنية عشوائية غير منظمة خارج نطاق تنظيم الدولة وهي بالعمل تكون كتخطيط وكبناء سيئة بنائياً ثالث شي أخلق استثمارات وفرص عمل بالمناطق الداخلية القليلة السكان هذا الشي لاحقاً بيجعل لي إياها مناطق مستثمرة يعني أنا بستفيد من كامل المناطق اللي ضمن دولتي اللي غير مخدمة أو غير مستثمرة أو غير منومات بستفيد منها كاملة طيب شو كان عندي تحديات واجهتني أنا كمخطط للدول أثناء الاختيار الموقع أول شي إنه مساحة البرازيل كتير كبيرة ثاني شي قلة الطرق الممهدة وسكك الحديد مثل ما حكيت لكم سابقاً إنه البرازيل في نهر الأمازون وفي الغابات بعض المناطق بالغابات هي عموماً غير قابلة إنه يقربوا عليها البشر يعني أنا ما بحسن مثلاً أفوت عليها في كتير كسافة غطاء نباتي ما بحسن أفوت عليها نفس الشي النهر إنه النهر في مناطق أنا مثلاً ما بحسن أمد سكة حديد لأنه رح يتقطع بالنهر لاحقاً بالخرائط اللاحقة رح أفرجيكم كيف ممتد نهر الأمازون لكنهم وضعوا عدد من الشروط مشان أختار موقع الأمثل لهذه العاصمة أول شرط إنه تكون العاصمة بعيدة عن المدن الكبرى مسافة كبيرة جداً ألف كيلومتر طبعاً ليش؟ مشان ما أحطها جنب المناطق الكبيرة ما استفد شي بكون فعلياً الثاني شغلة بتكون مناطق زاد كسافة سكانية منخفضة شي أقدر أجذب السكان لإله أخلق فرص عمل أخدمه بطريقة منيحة ولاحقاً تصير عندي هاي المدينة منمات يعني ثالث شي بعيدة عن طرق المواصلات والسكك الحديدية والمطارات شي أنا أقدر أحط سكك حديدية ومطارات وطرق مواصلات يعني أنمي المنطقة لإنما أكبر مساحة ممكنة من المنطقة المنطقة مناسبة طبيعية لإقامة مدينة ضخمة مع إمكانية إنشاء عدد من المدن القريبة منها لاستيعاب الضغط السكاني تكون المدينة قابلة للتوسع مستقبلاً أنا مثلاً بعد عشرين سنين أكيد عدد السكان بالدور يرتفع عندي فما أوقع بمشكلة أنا ما بحسن أوسع المدينة ويصير عندي سكن عشوائي ونوقع بمشكلة تانية لا أختار مدينة أحسن أتوسع فيها لاحقاً أو ممكن أنشأ حواليها عدد من المدن القريبة منها مشان أستوعب الزيادة السكانية لاحقاً طبعاً هاي خريطة جوية لمدينة برازيليا بالعام 1956 كان بدء إقامة العاصمة برازيليا على هضبة ارتفاعة 1100 متر مساحة المدينة هي 5802 كم مربع في إقليم بوسط شرق البرازيل أعلنت رسمياً عاصمة بالبرازيل بـ 21 نيسان 1960 يعني بعد أربع سنوات من التخطيط والإقامة وتعد أولى عاصمة تم تخطيطها وفقاً لأحدث المعايير التخطيط العمرانية بالعالم أنا لما خططت المدينة راعت أنه لاحقاً ما يصير عندي مشكلة سكان عشوائي ما يصير عندي مثلاً مشكلة جزيرة حرارية حطيت غطاء نباتي كتير باعت المدن راعت أحدث معايير التخطيط العمراني بالعالم وحطيته فيها الخطة نجحت ولا لا؟ نجاح الخطة نجحت حكومة البرازيل بتحقيق أهداف مرجوة من إنشاء العاصمة كيف دا عرف هذا الشيء؟ هلأ منشوف سوا أول الشيء أول الشيء بنجاح الخطة أنه ارتفع عدد السكان الكسافة السكانية بالمنطقة أنا سابقاً هاي المنطقة فيها كسافة سكانية مرخفضة وأنا بدي أسهب السكان لألف فأول هدف حققته أنه رفعت الكسافة السكانية بالمنطقة بمنطقة إنشاء العاصمة الجديدة لتصبح هي قطباً جازباً طيب ليش أصبحت قطباً جازباً؟ لأنه أول الشيء في توفر خدمات الإدارية والثقافية فيها زائد أنه تحولت لتيارات الهجرة الداخلية إليها تمام؟ هاي تاني نقطة بنجاح الخطة أنه تحولت تيارات الهجرة الداخلية إليها كانوا سابقاً عم بيهاجروا الناس من المناطق الداخلية لغير منمات المناطق الساحلية لأكثر نمواً أنا هوني نجحت أنه أخلق مدينة في الداخل أخدمها بشكل كتير جيد أعملها هي قطب جازب للسكان وتتوجه إلى الهجرة الداخلية تعد اليوم مدينة برازيليا من أكثر مدن العالم لموان إذ تجاوز عدد السكان فيها 2.5 مليون نسمة تمام؟ طبعاً هذا الشيء كتير جيد بيه عام 2018 لم تشهد أي مناطق تدهور عمراني ما صار عندي فيها عشوائيات فهذا ثالث هدف من الخطة أنه ما يكون عندي عشوائيات تمام؟ هاي ثلاثة بل نمت مدن تابعة لها لا تزال حكومة البرازيلية تنتهج سياسة الأعمار أعمار مناطق الداخلية بإنشاء مدن جديدة أخرى تمام؟ طيب هون خريطة البرازيل لاحظوا اللون الأحمر بيرمز لي للكسافة السكانية العالية اللي هي عند السواحل تمام؟ هون هون تمام؟ كسافة السكانية العالية كانت المناطق الداخلية كسافة سكانية أقل مثل اللي شفناها بأول خريطة تيارات الهجرة أنا عندي إياها عم تتوجه نحو المناطق الداخلية وزائد أنا عندي اتجاهات هجرة متنامية لهي المناطق يعني أنا لاحقا هدول المناطق ممكن أستثمرها مثل ما استثمرت البرازيل طبعا ما أنه أعمل عاصمة أخرى لأنه مدن جديدة أستثمرها وأعملها مدن متنامية هون بالخريطة بيوضح لي نهر الأمازون قديش متشعب مشان هيك أنا كان عندي الكسافة السكانية هي كتير قليقة خلصنا من حالة برازيل رح ننتقل للحالة الثانية اللي هي حالة فانزويلا صناعة قاعدة الأمار خريطة فانزويلا مبينة عندكن نفس الحقيقة المناطق اللي أقل الكسافة السكانية أقل من واحد نسمة طبعا بالكيلو المتر مربع لاحظوا المناطق الداخلية تمام هاي المنطقة كلها هي كسافة سكانية كتير منخفضة عم ترتفع كل ما توجهت نحو الساحل المناطق الساحلية أو المناطق الشمالية والشمالية الغربية هون وهون تمام حالة الثانية فانزويلا صناعة قاعدة الأعمار هون أنا ما بدي أن أقول عاصمة ما بدي أعمل شي بدي أفكر بغير اتجاه ففكرت فانزويلا أنه تعمل مدن جديدة يتركز السكان في فانزويلا بالمناطق الشمالية والشمالية الغربية مثل ما شفنا به أول خريطة مع انخفاض واضح بالمناطق الشرقية والجنوبية بداخل المناطق الداخلية فعليا الكسافة السكانية كتير منخفضة لذلك ساعة الحكومة الفانزويلية لإنشاء عدد من المدن الجديدة أنا ما بدي أن أقول عاصمة لأنه ما يشغل بسيطة أن أقول عاصمة بس بأعمل مدن جديدة طبعا ما يشغل بسيطة عاصمة بدأ أن أقول حكومات مقرات وزارات وكلها الحكي لا بأعمل مدن جديدة بالمناطق ومن أنجح هذه المدن اللي عملوها سيوداد غوايانا في الستينيات من القرن الماضي طبعا هون خريطة فانزويلة كاملا هاي الخريطة العزاوية اللي شرحناها قبل شوي عندي بس لاحظوا بالخريطة طبعا هون طبيعيا عبتوضح لي لاحظوا في عندي وين عم بتوزع النفط عبتوزع النفط بهاي المنطقة طيب عندي كمان الحديد بهدولة المناطق بودكاست الدهب المنجنيز إلى آخره طيب مبدئيا عندي هاي المنطقة اللي اخترتها لأعمل فيه مدينة جديدة اللي لاحظوا انه في حواليها الدهب النفط الحديد إلى آخره هدول المناطق اللي ياتون هدول السروات اللي تساعدني لأعمل أعمل قاعدة اقتصادية أسس اختيار موقع سيوداد غوايانا أفكر بالموقع بالسروات بالصناعة النقل والزراعة الموقع اللي اخترته لهذه المدينة أنه يكون الموقع بعيدا ببعد كبير عن العاصمة حتى لا يتداخل نطاق تأثيره مع نطاق جذبه العاصمة كركاس وفيه بعد كبير بيناتها طيب تاني شي إنه تكون المنطقة فيها عدد كبير من السروات شي أحسن أنا أعمل قاعدة اقتصادية أن يكون الموقع غني بالسروات عفوا أن يكون الموقع غني بالسروات الباطنية شي لاحقاً أعمل قاعدة لقيام قاعدة صناعية في المنطقة القاعدة الصناعية هي كفيلة بإنه تجذب لي السكان وأحسن أجذب الاستثمارات للمنطقة الجديدة الصناعة طالما أنا عندي سروات باطنية عديدة في المنطقة فتشكلت عندي قاعدة صناعية اللي هي بتسهم بإنه ينخلي عندي اقتصاد قوي تتوفر فرص عمل في المنطقة وبالتالي ينجذب السكان للمنطقة تمام تالت أو رابع نقطة النقل تم اختيار العاصمة في مناطق تقاطع نهري قريب من المحيط الأطلسي أختيار العاصمة في المنطقة طيب اخترت المنطقة أنا عندي المنطقة لاحظوا أنه فيها نهر تمام قريبة نوعا ما من الساحل يعني الصناعات اللي عندي إياها إذا دانقلة لأعمل مثلا تجارة خارجية مع غيرها من البلدان أو تجارة داخلية فعندي هي بمنطقة نهر قريبة من محيط بحسن أعمل مثلا سكاك حديدية وبحسن أربطه مع العالم الخارجي تم اختيار المنطقة على تقاطع نهري وقريبة من محيط الأطلسي لربط هاي المنطقة بالعالم الخارجي وأنقل الصناعات إلى الدول وقيام تجارة خارجية وإمكانية أنه أنا ممكن من نهر أولد طاقة كهربائية من طاقة النهر تمام؟ أولد طاقة كهربائية من النهر الزراعة أي منطقة فيها نهر فبيكون عندي التربة كتير خصبة ومياه متوفرة والمناخ معتدل وكتير مناسب لأنه يصير عندي زراعة فاخترت المنطقة هي على نهر ومشان أعمل مياه اللازمة للزراعة ويصير عندي غير أنه قاعدة زراعية قاعدة صناعية عفوا قاعدة زراعية طيب استمرارية التخطيط ضمن استراتيجية التنمية الحضارية في الشرق والجنوب وضع تصول التخطيط الاقتصادي طويل المدى بهدف جعل المدينة أحد أقطاب النمو الصناعي أنا هدفي أعمل المدينة أحد أهم أقطاب النمو الصناعي فقد ركزت الحكومة على قطاع الصناعة السقيلة مثل الحديد والصلب هذا اللي بيخلق لي استثمارات وصناعة قوية بنت الحكومة طرق ومدارس ومرافق صحية ومباني يعني خدمتها ببنية تحتية متينة شان يستمر السكان فيها فنجحت المدينة باستقطاب السكان من الريف المحيط بها لا إلى طبعا هذا بيلي أنه الخطة نجحت استقطبت أنا السكان من الريف المحيط بها فضلا عن المهاجرين من خارج أقاليمها أو من خارج فنزويلا يعني أنا مثلا إذا مهاجر برا فنزويلا هاي المدينة كانت من الاحتمالات الأوية لحتى أنه استقر فيها وأسس اقتصاد لمعيشة لاحقة ليقترب عدد سكان هاي المدينة لمليون نسمة حاليا ومهنا بكون نهاية الدرس طبعا بنشكر الأستاذ محمد يوسف بالإشراف العلمي وبشكركم إن شاء الله يكون قدمت معلومات مفيدة وسلسة للدراسة وبالتوفيق يا رب شكرا